السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اهلا بكم اعتذر للناس قبل شوية كانوا معي خطأ فني اعتذر ثاني طيب زي ما تكلمنا بسم الله الرحمن الرحيم رب يشرح لي صدري ويصير لي أمري واحد للوقت تم من لساني فقه قولي بسم الله الفتاح اه اه بدنا اتكلمنا قبل شوية وطرقنا الموضوع العنف ضد المرأة لانه كلنا شفنا في الفيسبوك الفيديو بتاع المرأة المسكينة المقطع في رقبتها وفي يدين واصابعينها اه على الموضوع ده زي ما قلت لكم يمكن الناس كلها تفاعلت مع الفيديو ده لكن الشداء احنا متوقع انه يزيد في الفترة الجاية مع الحزر كما قلت لكم في امريكا كما قلت لكم مية عائلة او امرأة في ثلاثين مرأة معنفة من كل ثلاثة نسوان في مرأة تتضرب كما قلت لكم كما قلت لكم كما قلت لكم هناك احصايات ودراسيات فنحن هنا لا يوجد احصايات كما قلت لكم كما قلت لكم ان الناس تكون حريصة جدا في فترة الحزر تكون حريصة انها تكون حريصة لالعلامات الممكن تحسينها هي معنفة العلامات الممكن تزيد العنف العنف ممكن يكون جسدي ممكن يكون لفظي ممكن يكون عاطفي ممكن يكون بعشكال كثيرة شديد ماذا نقول هذا الكلام ماذا نقول هذا الكلام بالحمل لان المرأة الحامل المعنفة في خطر اكثر من المرأة الغير حامل لان يا اخوانا رحمة ربنا المرأة حامل توقف العربية وممكن تنزل من العربية وتوقف العربات الجنبك لا تركبتها معك وتوقف العربية لان المرأة الحامل تستطيع عطف الناس فإذا كان هناك مرأة حامل ومعنفة تتأكدوا انه هو إنسان ما سوي إنسان ما طبيعي وتأكدوا ان هذه المرأة في حالة خطر هذه المرأة اكيد في حالة خطر لذلك يجب أن نبلغ لذلك يجب أن نبلغ لأن هناك مسؤولية متجتمعية طيب هذه حاجة حصلة في بيت جيران لن تخصني لا يوجد علاقة بالموضوع هذه مسائل عائلية لذلك يجب أن تسمع ضرب وبعد بكرة ستصل إلى البوليس ستجل لك جنازة ستجل لك جنازة ستجل لك جنازة يوم الليلة في الكورونا يوم الليلة في الكورونا ضربت مثلا بالHIV أو بالمرضة الليلة أنا كان جاتني مريض أو مريض وعرفت أنه عنده HIV ما من حقي أنا كطبيب أمشي أبلغ الطرف الثاني الزوج أو الزوجة ما من حقي ستجل لك بحيث أنه يجب أن يتلقى العلاج وأنه ينادي الطرف الآخر لكي يتلقى العلاج لكن أنا لم يحق أن أكسر هذه الحاجة وليس أن أبلغ زوجك أو زوجك أن أنت عندك تشعر لكن القائدة تكسرت تهسي في الكورونا لماذا تكسرت في الكورونا؟ لأنه في النهاية هذه المسؤولية مجتمعية أنا الليلة كانت جانزون مشتبه بحالة كورونا لم يحق أن طبيبي أنا أسكت وأقول لا أضحوا الروت الشخصية لأنه أنا لو سكت عليه الحاجة ستنشورها لناس ستبقى في المجتمع وهذا الشيء الحاجة الهسي في بلدنا الناس كانوا بيقوا واعية لا نصل للمرحلة وإن شاء الله ربنا يا رب يسترحل وتقيف لحد هنا المرض بطاع الكورونا الواحد يمكن أن ينقل المرض لثلاثة أنفار والثلاثة أنفار وهي متتالية هكذا تواليك يمكن أن ينشر المرض لألاف مؤلفة والمشكلة الخطيرة أن الزول يمكن أن يكون حامل للمرض وما عنده الأعراض فترة من فترة اسبوعين أو أكثر يمكن أن يكون حامل للمرض وما عنده الأعراض وهذا أخطر أنواع وما عنده الأعراض يمكن أن ينقل المرضى لأهله لأمه لأبوه لناس بيته من غير ما يحس والمصيد تبقى هنا حسنا حسنا سوف نتحدث عن رعاية الحوامل في فترة الحذر نعاني اليومين من مشاكل كثيرة شديدة لأختفاء الكوادر الطبية ما بإرادتهم الاختفاءات جنتيجة للحذر الذي يحصل في المستشفيات يأتي البيتشينت مستبه بحالة كورونا لا يبلغ أعراضي إما يموت أو يخش في الحذر فأضطر أن يعزل الكادر الطبي وغياب كادر الطبي واحد يؤدي لموت عشرات موت موت عشرات ودش الحاصل في بلدنا يعني الناس لم يتموت من الكورونا لم يتموت من الأمراض المزمنة لأنه هناك اختفاء شديد للكادر الطبي في المستشفيات والاختفاءات موت لكم غصباً عنهم ما بيدهم طيب المرضى المرضى في معلومات عامة كل الناس عارفينها الأعراض العامة سأخش في الموضوع طوالي اللي هو بهم متابعة الحوامل في فترة الحذر أنا كاميرا هامل شنو الحالة ممكن أعمله عشان أحافظ على نفسي وعلى جنيئني لحد ما إن شاء الله وبدأ ينتهي على خير طيب السؤال الأول البطرح نفسه هل أنا كامير المفروض أتابع متابعة أعمل أعمل طوالي في فترة حملدة زي زي الفترة من غيره قبل ما يكون في حظر السؤال طبعاً يس يو هافتو لازم تتابعي بنفس المستوى اللي كنت تتابع به زمان لكن الطريقة بتختلف كيف لا أستطيع أن أمشي المستشفيات لا أستطيع أن أمشي المستشفيات لأن المستشفيات مقفلة للوضع الحاصل طيب أنا أعمل ما هي دكتورة في الوقت هل نسي داعين نرجي القابلات أو الدايات القانونيات القانونيات هذه معناها مدربة وعندها شنطة داعي بشنطة معناها داعي مدربة كويس في حلتكم في كل حلة في قابلة قانونية أو قابلة مدربة تمام؟ تتابع معها تتابعي مع القابلة بتاعتك في حلتك ليه؟ لكي تقلل عليك الخطر أنك لا تطلع من البيت طيب يا دكتورة ليه؟ أنا كمرة حامل السؤال الثاني أنا كمرة حامل عندي خطر على الكورونا دي أكتر من باقي الناس السؤال دا إحنا لحد جريب دا كنا بنقول أنه المرحة الحامل بحكم أنه مناعة أقلة فهي معرضة لخطر أنه إصابة بمرضة الكورونا أكتر من باقي الناس أول مبارح طلع آرتيكلز قال أنه المرحة الحامل المرحة الحامل في التعرض للكورونا هي بتتساوى مع عامة المجتمع في الإصابة يعني في التعرض للإصابة لكن إذا أصيبت إذا أصيبت فنسبة الكمبيلكيشن أو المضاعبات ممكن تحصل لها أكتر منه ممكن تحصل لها لأنه في الحتة دي مناعة أقلة من باقي الناس يعني أنه هل أنا في خطر أن أنا أصيب بكورونا أكتر من أخوي القاعد معي في البيت يعني نسبة الإصابة أو الخطر واحد تمام؟ لكن لو لا قدر الله حصل للمرة الحاملة لأنه أصيبت بالكورونا فهتكون المقابلة لأنه مناعة أقلة طيب قلنا المقابلة الشيء الأول تكون عبر القابلة القانونية الشيء الثاني ممكن يكون عبر التلفون ولكن أغلب الأخصائيين تريدون تلفوناتهم إما تلفون عديل أو تتكلم عبر الواتساب أو التليجرام أو الابليكيشنز الكثير الموجودة يعني أكيد في حالات تستدعي أنك تمشي للمستشفى في حالة أن الطبيب يكلمك لهما يسميهم المرضى العالين الخطورة وذلك المرضى يحددهم الطبيب حسب خبرته وحسب الشيء اللي شاهده هناك شيء مهمة شديد وهي بعد الولادة إن شاء الله بإذن الله لازم الطفل يأخذ تطعيماته كاملة يا أخوان هناك مشكلة كبيرة بتاع التطعيم النسوان أحملوا تطعيم أولاده النسوان أحملوا تطعيم أولاده وما أكذب عليكم يمكن تقصير من وزارة الصحة لأنه في مراكز كثيرة قفلت فنحنا في الحتة ذات ونوجه رسالة وزارة الصحة وحسب الشيء اللي شاهده في مراكز التطعيم يكفلت لماذا تركز التطعيم قفلت هل نحن بعد قليل نحن نسيقى نحن نرجع للأطفال وحسبة وحنن نرجع لحاجات انتهينا منها يا أخوان هذا سؤال لازم يطرح لماذا تركز التطعيم لماذا تركز التطعيم مكفولة أنا يعني لحد يوم بارح في كمية من الفيشن بضربوا ليهنو عايزين طعيم أولادهنو ما لكن حتى فإحنا عايزين نعرف حتى تطعيم دي وين بفاعتها وليه وكفت ستجاوب على الأسئلة إن شاء الله كلها في النهاية السؤال الثاني هل يا دكتورة في حات إنه إلا قدر الله أسقط بمرض الكورونا ممكن أن أقول المرض للجني ما عندي إجابة لكم لا نملك الإجابة حتى الآن في هذا السؤال الدراسات شغالة لكن ما يندنا حاجة يتأكد لنا يعني زي ما أردوا كل يوم بطلعوا لنا بحاجة الشي الأكيد الشي الأكيد إنه فحصوا إنه الفيروس ده ما بيتنقل عبر المشيمة ما بيتنقل عبر المشيمة تمام؟ وفحصوا السائل المهبلي والدم الموجود في الحبل السري ما لقوا فيه بالنسبة للنساء المصابعة كان بالكوفيد كوفيد 19 فالشي الأكيد نحن متأكد منه إنه الفيروس ما بنتقل عبر المشيمة ده حاجة كويسة شديد تمام؟ لكن في نهاية مارس تقريبا يوم 25 مارس كان في الطفل عمره سبع يوم أصيب ما عرفين هل هو أصيب أثناء عملة الولادة بخروج عبر المجرى المهبلي أو مجرى الولادة؟ ولا هو أصيب من المجتمع؟ نحن ما عارفين لكن الشي الأكيد إنه هو ما بيعبر المشيمة وإنه في السائل في الدم بتاع الحبل السري وفي السائل المهبلي ما موجود انتقال حق الفيروس كلنا عارفينه اللي هو بالسعال أو العطس وهو يمشي لمدة بعيد من ثلاثة لأربع أقدام القدم فيه 30 سنتيمتر تقريبا يعني نحن نتكلم عن 90 سنتيمتر ل120 سنتيمتر طلعت أرتكيلس أمبارح قالوا إنه هو حتى السائل الفلعين ممكن ينقلوا وفيه إنزيم معين بيخليه ورطبت بيئوه دراسة تعني أولا مس بيتكلم عن الانتقال هل هو ينتقل هل هو يعني من الأمراض الموقولة جنسية؟ شكوا كل يوم الفيروس ضبط العينة بطريقة بتاعت انتقال جديدة لحد كل يوم بيكتشف حال جديدة الإجابة كانت لا لكن لأنه هو ينتقل عبر الفم أو الفيكو الأوروفيكل أو الفم وفتحة الشرج فهو بالتالي ممكن يكون عنده انتقال جنسي فإجابة إنك ممكن تقول المرض لجني قلنا حتى الآن ما ينداني إجابة واضحة لكن الشيء الأكيد أنه ما بعبر المشيمة وما موجود في السائل المهبلي ولا في الدم بتاع الحبل السري طيب يا دكتورا أنا أولد وين؟ أنا أولد وين؟ هذا السؤال البعد ما كان الولادة أمن إن أولد في المستشفى أو أولد في البيت إحنا يا أخواننا دائين نرجع الناس في اليومين لولادة البيت لكن ما كل النسوان ما كل النسوان حيرجعوا لولادة البيت تمام؟ النساء المعندها خطورة طيب أي بكرية ما مسموح لها تولد في البيت تمام؟ أي مرأة والدة خمسة فما فوق ما مسموح لها تولد في البيت أي مرأة عندها توأم ما مسموح لها تولد في البيت أي مرأة عندها مشاكل صحية مع الحمل ضغط سكري غدة ما مسموح لها تولد في البيت تمام؟ لكن إذا المرأة خالية كانت من الحاجات من الأعراض و والدة كانت واحد ولادة الأولى لم يكن فيها أي مشاكل أو مضاعفات ممكن بكل بسطة والكلام دي أنا بقول لكم يخواننا في قايدلاين في بريطانيا ما عندنا هنا اسمه الهوم ديليفيري ولادة البيوت حتى في بريطانيا قبل الكورونا عايزين نرجع الناس لولدة البيوت لأنها في الوقت الحالي في هذه الجائحة الكورونا أأمن للناس أأمن فإذا أنت والدة قبل هذا والعضو الطبيعية و لم يكن لديك أي مشكلة أو أي مضاعفات في ولدك الفاتت يحق لك أن تولد في بيتك بإذن الله من غير أي مشاكل في وجود قابلة مدربة داية مدربة عند أشنطة سؤال سؤال أنا أريد أهلي أو زوجي يحضر معي الولادة أريد أن يأتي معي المستشفى يا دبتورة ممكن؟ على حسب المستشفى في المستشفىات الحكومية في الغالب لا لماذا؟ لأن المستشفى المستشفى لم يسمحوا لم يسمحوا بأن يدخلوا معك الثالثة في الولادة في زمننا كنا نولد مئة وعشرين مرة في اليوم لا أعرف كم محمد فتخيلوا مئة وعشرين مرة لو دخل مع كل واحدة مرافق واحد مرافقين لو دخلت مع كل واحدة مرافق لا يستطيع الناس مستحيل في المسافرات الخاصة يسمحوا في أغلب المسافرات الخاصة يسمحوا كانوا بدخول نفرين في الوقت الحالي يسمحوا وجود شخص واحد فقط لكي يقلوا الوصول إذا استولدي في مستشفى حكومي لا أعتقد أنه سيسمحوا إذا استولت المسافرات الخاصة أيضا أسألي لأنه ممكن أدخل معي زول أو زولين لا أعتقد أن أسمحوا لك بزولين لكن أسألي ولازم الزول اللي ستختاروا هذا يكون تختاروا بعناية أمك، خالتك، أختك، زوجك، صاحبتك الزول اللي أنت تختاروا لكنه يكون الزول يستحمل وكفة الولادة لأنه لا يجب أن يستحمل الزول اللي سيكون لابس ماسك ويأخذ كل المحاذير حق الكورونا غسل اليدين لابس الماسك التباعد المجتمعي من الكلام اللي نقول طيب يومين الحوامل يسألوني سؤال شيء كثير شديد هي أصلا مرحامل طبيعي أنا خايفة بذات البكريات من حقك تخافي والشدة زاد الخوف أكثر يومين الموضوع الكورونا بقيت الأمور ما واضحة أنا كمرحامل ما عارفة روحي حولت في البيت، حولت في المستشفى قال حيحصل عليه من حقك تخافي من حقك تخافي من حقك تخافي تمام؟ لكن دائما يقول للناس خليك متفائلين يعني إن شاء الله ما يحصل لك غير كله خير في مثل بيقول لك إحنا بيقول لك الفعل تحت اللسان إنت تتفائل بولادة سهلة إن شاء الله ستجيكي ولادة سهلة لكن عشان ما تخافي في حياة لازم تكون واضحة بالنسبة لك اللي هي اشنو؟ نمرة واحد لازم تحدد محلك عن ولادتك تكون متأكدة مثلا إذا انت بكرية حاولت في المستشفى الفلانية والمستشفى ده نمرة واحد فاتحة وتتواصل معاهم بالتلفون ممكن أدخل معي كم نفر المحاظر سأعملها أجيكم 200 تمام؟ ثلاث تحدد محل الولادة إذا انت مره مالدة واحد قبل كده أو اثنين أو ثلاثة وما عندك مشاكل ممكن تولدي في البيت تعرف الداي بتاعتك اللي هتولدك منه يكون عندك رقم تلفونه يكون عندك معها كونتاكت مرتبة واضحة عشان متخافي كويس؟ الشيطة انا اتعمله عشان متخافي اتكلمي مع دكتوري اتكلمي مع دكتوريك كما قلتكم الدكاتر كلهم يجبون رقم تلفونه اي دكتور مع عياناته يكون يديهم رقم تلفون او وصلة اتصال انا شخصيا بتواصل مع البيتين بتاعيني عبر الواتساب اليومين ديل شغالين بس اليوم كله نحن تشغالين اونلاين يسألون فيني ونجاوب نسألون ونجاوب لان نزول ما قادر يلقون فيس 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 اتكلمي مع دكتوريك اي سؤال او استفسار تسأله اي حاجة ما وضح عليك خليه يغضح عليك تمام اعملوا تمارين استرخاء الناس اليوم اندل مع الحظر يقولون صايمين تعبانين نقوم ناكل نمشي ننوم نتفرج التلفزيون حاولوا تعملوا تمارين حتى المرة الحاملة تعمل تمارين حتى تسترخاء افتحوا الناد واستفيدوا منه اعملوا يوغا اعملوا تمارين تنفس تدريب على الولادة الحاجات احنا كذا ما بيشوف التلفزيون دي افتحوا الناد واستفيدوا منه تمام الشرابة هدار اقول لكم دلع نفسك دلع نفسك في الاكلية في الشراب ديب لروحك عصير خد لك في العصير برتوكاناية ديب لروحك اكل مرتب حلو خد يدك في بطنك خد يدك في بطنك خد يدك في بطنك وتكلم مع الطفل طمني وطمني نفسك الحياة دي اخوانا بتلعب في الحتة النفسية شديد وبتضمن المر شديد الشيء الاخير حاول انك تستمتع بحملك لا تشيل اهم لا تفكر ان الحمل ده حاجة كعبة ابدا لا تشيل اهم الحمل الحمل لا تفكر انه حاجة كعبة و ستحصل له حاجة كعبة ضي ما وضعك ملفال تحت الليسان و كله متوقعين قات عشان كده لا تفكر انه حاجة كعبة والذول اللي بيديك كلام كعبة عن الولادة او صحيح الكلب يقول لك ما شاءت للموت و جيت دي ما تتكلم معه الزول اللي بيديك بيقول لك كلام الولادة دي ما بعرف شنو اما هاتنا ولدو كلنا ولدنا ما عندنا اي مشكلة والولادة في النهاية هي تجارب كل ذول هي تجربته براو ممكن واحدة تقول لك كانت تجربتي كانت كعبة شديد في الولادة لا أبدا انت محتمل تجربتك تكون سهلة شديد ليه تحكم انت بيديك تجربتك زولتاني اه السؤال البعده طيبة دكتورا هس انا حامل شنو الحاجة المفروض اشويله معي للولادة في اليومين ديل الحاجة الحاجة اشويله في شنطة الولادة الحاجة الحاجة نشويله في شنطة الولادة هي نفس الشنطة القبل الكورونا ما في فريق تبينها الشنطة بتجربة الولادة في الكورونا هي نفس الشنطة الولادة ما قبل الكورونا تمام؟ حاجة الحاجاتك العادية اللي هي لبسة ليكي او لبستين دائما نفضل الجرائب ومعاها توب لبسة الطفل القطن صابون دائما نقول زيت سمسم عشان ينضفوا بابا الطفل او البيبي اويل تمام؟ دي الحاجة البتشيله أصلا في شنطة الولادة العادية اضيفة الى ذلك الماسك الماسك حقك وحق المرافقة معك تمام؟ دي الحاجة البتشيله معك في الولادة نفس الشنطة حقة الولادة القبل الكورونا طيب السؤال البعض طبعا الأسئلة دي بجيبها لكم الأسئلة اللي بيسألوني كان نسوان في العيادة وهس اليومين دي بيسألونيها في الواتساب أكثرهم شنو الأسئلة المفروض أسألة لدكتوري أو الداية حقتي تمام؟ أول حاجة أنت كامرأة حامل عندك كل الحق أنك تسألي أي سؤال في الحمل أي سؤال؟ تمام؟ لا يوجد أحد يسمى سؤال غبي لا يوجد أحد يسمى سؤال تافي لا يوجد أحد يسمى سؤال تافي لا يوجد أحد يسمى سؤال غريب بأمانة يا أخواننا هذا جسمك؟ جسدك؟ طفلك؟ من حلقة تسألي سؤال هناك مرات نساء حوامل يسمى سؤال غبي لا يوجد أحد يسمى سؤال مهما كان شكله غبي والله أخواننا لا يوجد حياة في هذه الحلقة ونحن كأطباء نتقبل أي سؤال مهما كان شكله غريب يقول أن الناس يتعودنا علىها لكن الأسئلة في الوقت الحالي المفروض تسأليها لدكتورك أو الدايا الشيء الأول مواعيدي يا دكتور أنا مواعيد مقابلتي ستكون كيف؟ أجيك 200؟ ممكن أجيك أو لا ممكن أجيك؟ طيب يا دكتور أنا في حالة الطوارئ السؤال الثاني هأعمل شنو؟ لو جاتني ولادة مستعدة سأعمل شنو؟ لو لا قدر الله حصلت لي حاجة نزلت مني موايا جاني دم سأعمل شنو؟ في حالة الطوارئ أنا مفروض أعمل شنو؟ هذا السؤال الممكن تسأليه السؤال الثاني ممكن تسأليه من حقك تسأليه من حقك تسأليه من حقك تسأليه كامرأة حامل ومن واجب الطبيب أنه يجاوب عليك إنه يوجد كورونا لكننا نخطينا في مكان العزل أو نحن نحاول المستشفى الفولانية تمام؟ من حقك تسأليه يا دكتور انتو العيانات تخطوهم في حتة واحدة أنا حاولت معي جنبيه أو تفرقوا بين العيانات يا دكتور عندكم عزل؟ عندكم غرفة عزل؟ أسألي من حقك هذا كله أسئلة مشروعة ممكن تسأليه دكتوركم بالبسهدون بتاعة وقايا؟ عندكم البي بي دكتوركم بالبسوة؟ ما سأقول لك تدخلك هذا من حقك تسأليه والله إحنا في الوقت الحال مستشفى بتاعتنا ما قاعد توفر حاية للناس أو نعمله عندنا حاجة اسمه الفرز أو الترعياج بنفروز العيانات من البداية بتخشي جوه الدكتور بيكون لابس كمامة بيكون عنده جوانتات عنده هاند وونش انت حتكون في غرفة براكي دي كلها من حقك أنك تعري فيها سؤال بتكرر علينا كثير شديد هل دكتورنا نحاول الطبيعي أو العملية؟ أسألي من حقك تسألي السؤال حاول الطبيعي أو العملية هيا أسألي لأن الدكتور لو في حاجة سيوريك له تمام؟ أي سؤال تسأله مثلاً عايز أجيب معي ناس وولادة لا أجيب معك ناس وولادة لماذا؟ مشكلة ما؟ عايز أعرف لماذا؟ أنا من حقك الطبيب أنه يوريك دي تقريباً للأسئلة في الوقت الحالي مفروض أي مرة تسأل للدكتور أو الداعي التي ستولدها تمام؟ السؤال البعض يا دكتور إذا أولدت أفترض أن أنا أولدت أنا أريد أن أحمي التفريدة من الكورونا أحميه كيف؟ أول حاجة أقول لكي أنه حالي دائماً تقعد في بيت مع أهلك أفضل لأن الفترة الجاية أن نسوان يقعدوا مع أهلهم لأن المرة الحاملة لدي احتياجات خاصة لو قلت براءة لا أستطيع عليها فهي يفضل أنك تقعد مع أهلك في الفترة وتعتلوا النفاس أو هباء بعد الولادة تمام؟ نفسياً جسدياً لالتزامات كثيرة شديدة تمنع زيارات المباركة منعاً تاماً ما في حاجة اسمها بيجونات يتولد المباركة لأنها لا يوجد زيارات وأنها لا يوجد زيارات ومفروض إليك كما مرة واعية لا تسمحي بزيارات والله الحمدلله أوليتك بمتحللت بالسلامة وشكراً وكتر خيركم أولي يتجيني معها لكي اضعرض نفسك وطفلك للخطر حاجات الثانية هي الغسل يدين طوالي بانتظام لو عندك اطفال في البيت لازم يكون في زول بهتمة بيوم يعني انت لام تركيز انه بعد ما اولد في اليومين ده زول يجي بسكلي اولادين واختي بدخالتي بتعمي عشان على اطفال برضو غير لي متابعة براهم غيرك انتو طفلك تمام هاندووش هاندووش بس للدين طوالي ليك و لعائلتك والنظافة باستمرار زي ما اقولت لكم السؤال البعد طيب ممكن اردع الطفلة عادي يا دكتورا الرضاعة امنة لو لا قدر الله لا قدر الله حتى جاكي لا قدر الله كورونا ممكن تردع طفلك ممكن تردع طفلك حتى وانت عندي كورونا لحد يوم الليلة الدراسات اثبتت انو الكورونا ما بتنتقل في لبن الام المرضى حتى الامهات المصابات بكورونا في واحد دقات حقال لبن رسلوا رصيط فكرة حلوة يا ريان انتي ما دار ضيع حق كل كل شكلك واللايكات لا بدت تمشي تمام المرضى الحامل زي ما تكم تردع طفلها عادي حتى لعندها لا قدر الله كورونا تردع طفلها لانه الفيروس بانتقل في لبن الام لانه الرضاعة الطبيعية هي الانسب للطفل وهي في انها بتدي طفل دمناعة لانه فيها اجسام مضادف تدي الطفل دمناعة من حاجات كثيرة شديد وفي لفس الوقت ما عندها خطورة لكن نعمل المحاذير التعملها قبل حتى اللي هي شنو المرضى قبل ان تردع طفلها تغسل يدينا تغسل تديها لو بقت عندها قحة او اي حاجة تلبس الماسك طب ما لبست الماسك ان شاء الله جاءت قحة تعمل توبة ده كده تعمل توبة عديل تتكمن و قوة tu確وا أو ت combin PAUSA عشان اللي يشنو لا تنقول اي مرض حتى لو ليم في الونزة لطفل 지금 طيب تعمل bluetooth كان دكتورا ادي كنت اعمل كent ها رد على اسئلتكم كلها ان شاء الله اعمل كent انا عايش فيه بيت كبير و مليان انا bishop ادي بيتنا عائلة كبيرة اني ذي طبعا حالقلا لبس اداعنين اعمل كent كينش احمي نفسي من الكارون طبعا دي مشكلة كثيرة شديدة واليومان دي كدار ناس بيسألوا من الموضوع ده أنا عايش في البيت الكبير وما عندي طريقة انه يعني أعزل نفسي ما حقول لك أطلع من البيت الكبير لكن حاول قدر الإمكان انك تكون في غرفة برك كاميرا حامل لانه زي ما قلت لك انت مناتك ما زي منعت باقي الناس تمام انت خليك حريصة في نفسك انك انت اي حاجة تغسل يدينك فيها ما تبشي او او يزول جاكي يكون نغسل يدينه نظيف شديد اهتم بالنظافة الحتة الانت قاعدة فيها بس على الاقل بس الحتة الانت قاعدة فيها تمام حاول قدر الإمكان انك ما تختلط بالناس يعني قدر الإمكان ما تكون مختلطة بالناس لانه البيت الكبير وانت بتطلع وتخش وكده في نسبة تغسلها بتكون اكيد اكتر من باقي الناس فانت كاميرا حامل وضعك خاص حاول هيئ لنفسك المكان اللي بتكوني فيه قدر الإمكان براكي او بعيد شوية من الناس تلك اعراض الحمل اللي بيستدعي تمشي دكتور او مستشفى سؤال جميل شديد يامل اصلا انا جاي اليو كدته انت جي سألتيه في الوقت المناسب الحمل في الوقت الحال زي ما قلت اليكم ما في حاجة بتستدعيك تمشي المستشفى ليلة لانه خطر انك تصابي بالكورونا اكبر من المضاعفات حقت الحمل الحمل يخواننا في حاجة ذاته هما مرض هما مرض الحمل ذا يعني عملية فيزيولوجية طبيعية جدا تمام في وحم في سخانة في الجسم تمام في ضربات قلب في فتور في تعب تمام في اعراض كثيرة مشتشاركة ما بين الكورونا وبين الحمل ذاته عاكز اقول للنس وانا هو الشيء ما تتوهبون السخانة بتاع الجسم الفتور التعب برطة الصداع دي اعراض الكورونا اللي هي تشبه اعراض الحمل شديد فانتي ما تتخليعي في الحالاته وما معنى انك اتصليك عطصات شي مره ولا مرتين معناها خلاص انتي عندي كورونا الاعراض الكورونا عندها الدراي كف او القحة الجافة اللي هي بيكون معاه ضق نفس بفهم شنو بفهم مني كون تقدير تاخد لكي دقيقتين ثلاثة من غير ما تقحي ونفسك الضايق فما اي مره طيب يا دكتورو اصلا عندي ضيق نفس اي المره الحامل عندها ضيق نفس اصلا لانه كل ما الطفل حجمه يزيد بضغط على الحجاب الحاجس بضغط على الرئتين ف بيكون النفس ما زي نفس المره ما حاول تمام دي دي دبعا حياتي اليومين ديل هسي كل البزات البكريات بيسأل لانه مخلوعين ما نعرفين على الحاصل شنو دي عراض تعد كورونا بتشبه عراض حميل بتشبه عراض الكورونا تمام الزول ما يخاف لما من الحاجات دي زي ما ودك بدفرق بينها شنو بالقحة والعطسة القحة الجافة فتراتة قريبة شديدة ما القحة حقت الناس المدخين دي يعني الزول ما بكدر يكلم لو جملتان على بعضهم من غير ما يكوح دي لناس اللي عندهم كروا طيب انا الحاجات بتخلينا مشي المستشفى شنو كمرة حاملة الحاجات بتخوف لي شنو تخلينا مشي المستشفى المرة الحاملة اه اه اذا قدر الله جاه نزيف دم بغض النظر بغض النظر عن الدم ده كتير بسيط ما مفروض الحامل يكون فيه ودم ولا في الثلاثة شهر الاولى ولا في الثلاثة شهر الاخيرة في الثلاثة الشهر الاولى بالذات اذا يدمرج يعني ظهر الأحمل في اليومين الفات وديل وفي أدابة داخلة في شهر أو شهر ونصف ظهر الأدم لو بسيط ما تقوم تقول هذا مبسط وأحمله ليه؟ لأنه دم الظهرين في الثالثة الشهر الأولى واحد من ثلاثة حالات إما مبادئ إجهاض نحن نسميه إجهاض مهدد أو حمل عنبي هذا في النهاية برضو حينزل حينزل ولا قدر الله ممكن يتحول لحاجات ثانية أو حمل خارج الرحم يكتب بريغنانسي وذلك نحن نخاف منه جديد كأطباء الإجهاض والحمل العيبي يكون فيهم دم ودم كثير لذلك لا يخوفونه لكن الحمل الخارج الرحم يكون فيه دم بسيط وغلب النصاب يطنشوه وذا لم نكتشفناها بالذات في الفترة الحظر ستكون لدينا مشكلة كبيرة لأنه هذا سبب الأساس للوفيات للنساء الحوامل في الثالثة الشهر الأولى الحمل الخارج الرحم يتفجر ويقوم نزيف داخلي ووزواء الوحدة يعني العقدر الله ممكن أن نقول قبل أن تصل إلى المستشفى تمام؟ فذلك بالنسبة للدم الذي يأتي في الثلاثة الشهر الأولى في الثلاثة الشهر أو في النص هذا في الغالب يكون إجهاض أو إجهاض مهدد برضو مفروض أن تمشي فيه المستشفى الدم الذي يأتي في الثلاثة الشهر الأخيرة اللي هو السابع والثالثة والثالثة هذا في الغالب بيكون إما مشهيمة متقدمة تمام؟ أو انتصال في المشهيمة أو حاجة اسمها بيكون الأوعية الدموية حاجة الطفل المتقدمة هذا برضو نحن نكرهه شديد كطباء لذلك الدم الذي يأتي في الثلاثة الشهر الأخيرة برضو من علامات الخطورة الشديد نحن نكره ونكره ونكره ليس لأنه يمكن أن يعرض حياتي كده للخطر كما راح أعمل هذا بالنسبة للنزيف أول الدم الذي يأتي في الفترات الحمل الدم كما تكون في كل براحة الحمل نحن نكرهه فإذا جاءك الدم وانت حامل لازم تتوجه إلى أقرب طوارئ إليك بسرعة حتى كان الدكتورك مرد عليك الشيء الثاني الذي يجعلنا نمشي المستشفى طوالي الموضوع هذا يربط عليكم يا أخواننا بسبب وفية الرمهات في السودان أول سبب عندنا النزيف والنزيف الذي يأتي قبل الولادة وفي بعد الولادة دائما يكون في المسلم وفي مشاكل لكن قبل البلاد الولاد يتطلب أغلبهم وهو السبب الأول الذي وفية الرمهات النزيف لذلك لا تكون الدم في أي مرحلة مراحلة الحمل نحن نحبه وما دارينه كله كله السبب الثاني هو الضغط الجنين الضغط الجنين هذا علامة ما هي دكتورة؟ لديه ثلاث حاجات أساسي يشخصوا بها الشيء الأول هو ورم يكون في الجسم كله في الغالب وأكثر شيء في الوش يعني فجأة ورم ما يظهر في الوش المرن حوالين عيونه في الوش كله وينزل لحد الرجلين سيقوم بسي نسوان كتار يدخلوا ويقولوا طبس أنا مع ورمانة يا دكتورة عندي ورم لا ما براو الحمل أصلا في ورم برضو وفي النسوان عندهم وورم تكون أكثر من الطبيعي ورم يظهر معه في الغالب ارتفاع في الضغط وارتفاع في الضغط دائم يظهر في شكل صداع في البداية يكون خفيف صداع خفيف لكن لا نستطيع أن نشخص بالصداع فقط يجب أن نجيس الضغط لكي أنت حتى لم تكن في المستشفى متابعة أمشي كل أسبوعين أو شهر كل شهر بنقول في فترات الشهور الأولى في الشهور الأخيرة بنكون كل أسبوعين أمشي المستشفى أو أمشي لو عند جهرانكم أو عندك في البيت قيسي ضغطك الضغط لا يزيد من الفوق 140 و90 دا كقاعدة عامة لكن ممكن هو يجي في أقل من كده لكن كقاعدة عامة بنقول ما يزيد الفوق عن المية واربعين والتحد عن المية عن التسعين تمام الشي الثالث كونه وإحنا ما حظورين يا أخوانا دا ما ببناء أنك تعمل فحوصاتك أعمل فحوصاتك حقه الدم والبول ليه؟ بالزاد فحوص البول فحوص البول عندنا في الوقت أهم من فحوص فحوص الدم دا أنت تأخذ فتميناتك وإن شاء الله أمورك تماما عندك لكن فحوص البول دا ما تتخيلوا لأخوانا كأطباء بالنسبة لأنه مهم شديد لأنه بورينا حقك كثيرة من أحد البورينا له هو ضغط الجنين في البروتين اللي هو البروتين اللي يظهر لنا في البول أو يسموه النسوان الزلالي ما عنده أي علاقة بالبيض البروتين البول دا مع الورم بالنسبة لنا تشخيص أكيد لضغط الجنين أو مع الارتفاع لضغط الدم تشخيص أكيد لضغط الجنين ضغط الجنين دا من الحاد أسباب اللي يتأدي للوفاة لأنه في النهاية يمكن يأدي لي حالة اسمها الكلبش الإكلامسية اللي يقول الشنجات اللي بتحصل قبل الولادة ويحصل أسناء الولادة ويحصل بعد الولادة ما معنى أنك ولدت معنى خلاص السبب الثالث اللي وفيت الأمهات اللي هي التهابات ودي أعراض شنو؟ دي أعراضة في الحمل إنو تنزل منك موية أثناء ما انت حامل موية ما إفرازات المر الحامل أصلا عندها إفرازات طبيعية لونة أبيض عظيمة اللون عظيمة الرائحة وفي حالات مرات بكل لونة أبيض أنا أتكلم عن موية كثيرة تجي نازلة بين كوريينك تسلي حتى تصل الأرض أو تبنى الأندرويرس دي مفروضك لنعبادك تورك ليه؟ لأنه في الغالب ده بكون السائل حق الجنين معناها انت كمرة حامل الكيس الحمل أو الرحم بتاعك ده فتح تمام؟ وانص إنه هو فتح معناها ممكن يحصل الالتهابات لأنه مجرى بتاع المهبل أصلا فيه بكتيريا حميدة ممكن تتحول البكتيريا ضارة تمام؟ البكتيريا دي لو طلعت للرحم فوق بالذات مع وجود السائل ده ونزول السائل بسهل وصول البكتيريا للرحم تمام؟ السائل ده لو حصل فيه التهابات بعرض الطفل للخطر لو لا قدر على التهاب ده انتقل لرحمك بيعرضك لخطر شديد وزي ما أعطاكم السبب الثالث الوفيات الأمهات وهو الالتهابات نحن نسميه الخمج في اللغة العربية أو الالتهابات التهاب الرحم والتهاب السائل الأميوني الحواليين الطفل ده بيؤدي لخطورة لك وللطفلك لكذا إذا المرأ نزلت منها موية كثيرة سالت بين كرعينها مفروض تمشي التكتور السبب الرابع عندنا وهو الأول في العالم في الدول المتقدمة وهي الجلطات اللي هي الجلطات تمام ده كاميرا حامل انت ما بقدر أقول لك عندك حاجة معينة مفروض تأخذيها في نسوان نساء معينات بيدوهم الهيبرين بيدوهم الأسبيرين لكن ده لذرف صحي خاص بهم تمام؟ لكن ما هي مرأة بتأخذه مفروض تعمله انت مفروض تشرب بسوائل كثير حيث ده طبعا بيجيبنا لموضوع الصيام في الفترة احنا فيها هس الوقت الحالي ده مع السخانة دي مع الكرونة دي مع الحظر ده أما فضل إنه النساء الحامل يصوموا بأمانة السؤال ده لو سألتوني لو قبل رمضان كنت بقول لكم صوموا عادي لكن هس في الوقت الحالي أنا ما فضل إنه النساء الحامل يصوموا بأدباب كثيرة شديد فالوحدة تشرب صوائل كثير تمام؟ تتحرك ما تكون قاعدة في البيت ترقود من سرير لسرير وزي ما قلت لكم في حالات معين مد فيها الاسبرين أو الهيبرين تمام؟ عايزة أكون بأمان مع الجائحة بتاعت الكورونا دي إخواننا استغلوا لوكات الفراغ إحنا الإجباري إحنا قاعدين فيها دي محتة تكرر تاني تمام؟ حاولوا إنكم تعملوا فيها برامج ضريفة مع الناس بيتكم مع أولادك اتعرفي على زوجك اليوم كله تضالع بر البيت وماش غالبيك هالسقاعي تتعرفي عليه يستمتعوا بالهدوء حاولوا إنكم تصلحوا حالتكم النفسية يعني إذا حسنتوا إنكم ضايقين يتونسوا مع بعضكم عملوا برامج في البيت حاولوا إنك تعمل ألعاب خفيفة مع أولادك يعني ما تكثر يروحكم في غرف وتقعد برامج لأن الحالة النفسية المرأة الحاملة قد تكون بنفس أهمية الحالة الجسدية في النهاية دارة تسل الكاميرا سائل للحامل والمرضع عشان نقي نفسنا بمرض الكورونا نرجع نقول غسل يدينك دايما غسل يدينك بالماء والصابول لمدة 40 ساعة متواصلوا عن كلام ده يا إخواننا ما لعب قبلي غسل يدينك طب متانية دكتورة في أي لحظة عايزة تهبشي وشك أنفك عينك خشمك غسل يدينك غسل يدينك عايزة تأكلي غسل يدينك دخلت الحمام استخدمت الحمام غسل يدينك يعني قدر الإمكان غسل يدينك الشيء الثاني نبتعد عن حالات الاجتباه أو الإصابة حسيت أنه زلده مشتبه أو مصاب مهما كان يا إخواننا قريب لك أنت كاميرا حامل حاول أنك تبعدي منه أنا أعرف أن هذه ليست سهلة حاجة صعبة لكن نحاول أن نعملها ألزم بيتك أنت كاميرا حاول ما في سبب يمرك من بيتك إلا للمستشفى للولادة إن شاء الله اتجنب الزحام لا تقول لي ماشا أجيب حكيات للبيت السوبر ماركت لا تقول لي فليف وصفعيش أي حتة بتخليك في مسافة بينك وبين الزهولة جنبك أكثر أقل من متر ما تمشي اليوم تابعي مع القابلة أو الداية في حلتكم أو في المركز الصحي القريب العيكي قدر الإمكان قل لي زيارات المستشفى بعد الولادة لا لك زيارات النفساء البتة قل لي زيارات المستشفى في الرضاعة نرضي على الطفل عادي نغسل يدينا 40 سنة قبل الرضاعة قبل وبعد وننظف تغسل يسدي نهتم بنظافة مكان الحوالين قدر الله تديني وقايا أي حاجة فيها فيتامين سي فيتامين سي التمر معروف إنه بحياة البيتسة المناعة ما بنصح النساء الحوامل إنهم يصومون حتى لو صمت كنت الأيام الفاتد بفضل إنك تفضل الأيام الجاية الفضلت علينا دي بيقولوا لكن لحد جاية ما عندها أي دراسة حقيقية قالوا هونك تعمل حمام بخار بحيث إنه ما تخلي المنطقة بتاع الأمف والفم جافين القرض أهلا بتكلموا عنه القرض القرض طبعا أصلاً هو كمادي معروف إنه فيه يعني مواد مفيدة جداً وفيه أنتيبيوتك وفيه حاجات ف دش الأبيربل عندنا في بلدنا ممكن تستعمليه ما عندنا مشكلة معه في الحمل أبداً في النهاية يعني يا أسأل رب الله العظيم بكل ما تحملوا هذي الأيام مبركة إنه يجعلكم ينسعد السعداء ويدم عليكم النعمة والهناء ويا رب يديكم الصحة والشفاء ويغفر ليكم والوالديكم وكل عزيزاً ليكم ويحفظكم من كل السوق ومكروه يا رب يتم عليكم حملكم بالسلامة إن شاء الله ربنا يحلكم قبل ما نقول مع السلامة نشوف لو في أسئلة ممكن أجاوب عليها طيب طيب في أدناس كتير بيسأل موضوع الـ HIV وإنه كيف تدسوا من كده وإخلاقياتهم هنا ده ما موضوعنا هسة شكراً لك محمد يوسيف نشوف واحدة بتشكي من الوحم التجيل مع الحذر ده الوحم طبعاً من العراضة طبيعية في الحمل شكله ده مال أحمد أحمد انت بتتوحم ما قادر أصدق الله يعني يسهلك إن شاء الله من الشهر الكم بسأل الأسئلة دي تبدأ تسأليها من من الشهر السابع فما فوق الأسئلة أوردتكم لها في اللايف الناس للعمليات حقوقت في المستشفى كم يوم إحنا في الطبيعي بنقاعد ما بين يومين لتلاتة لكن في الفترة بتاعت الحذر دي ما بنقاعد أكتر من يوم أبداً المستشفى الريان اقترحت علينا إنه حق اللبن الرصي ورصيط فكرة جميلة جداً واحدة سألت من العلاقة الحميمة ممكن تكون بعد الشهر الكم من الحمل بعد ما المرأة تتم الأربعين وتطهر ممكن ترجع ل زوجة عادي لكن السؤال ممكن يكون بطريقة ثانية يا أخد إنه هل أثناء الحمل ممكن تكون في علاقة حميمة بينك وبعين زوجك السؤال ده طبعاً بيسألونا له كثير شديد ما في مانع أبداً إنه يكون في علاقة بين المرأة والزوج أثناء فتاة الحمل بالعكس في الشهور الأخيرة بيسهلين الولادة كمان لكن في حالات معينة في الشهور الأولى في الشهور الأخيرة إحنا بنمنع إنه يكون في علاقة زوجية لكن الحاجة دي ما دايماً الرضاعة مبتع دي أيوه الرضاعة مبتع دي أكيد إن شاء الله نحفظ الفيديو ده يا دكتور يا أخد إيمان واحدة بتسألي إنه هل الممارسة ممكن تكون لحد شهر التاسع ممكن تكون لحد الليلة وبكرة الولادة أعرض الحمل بتسدع نمشي الدكتور أظن جاوبتاعة للسؤال ده لو حامل وظهرت لها كورونا تتصرف كيف وريتكم هل حتها تجهد وهل حتموت؟ لا إن شاء الله ولا حتها تجهد ولا حتموت زي ما أود لكم نزبط الإصابة مع أكثر من باقي المجتمع كيف سنصبت ناق المجتمع؟ أمجد آية أهلا بكم وحامل ضل معتصم شكرا لك جزولي واحدة بتسأله وسمحت الحمل بعد الولادة اللي قوله بتسعت أشهر مشاكل وشنو؟ ما عنده أي مشاكل الحمل بعد الولادة بعد ثلاثة من أربعين وحملتي ما في أي مشكلة شكرا يا أصفى أسئلة عندك استشارة تفضلي الأسبرين الأسبرين الناس بتسأل منه إنه شايف الأكتر اليوم منذ العيانات أو الحوامل بيأخذوا أسبرين إنه هوقفهمتين الأسبرين ممكن طبعا حسب كلام الطبيب لكننا دائما بنستخدم الحد نهاية الثامن أو أول التاسع بالكثير لا يفروض يستمر أكثر من الفترة دي بأي حال من الأحوال وفي دكاتب الدفت الشهور أولى بس لكن إذا الدكتور قال لك واصل فيه لحد الشهر التاسع يكون لحد أول أسبوعين من الشهر التاسع توقف فيه أنا أحمل مواعزة أسمن أعمل شنو ما تعمل أي حاجة ما في حال إلا بعد الويادة إن شاء الله تتحل في السلام الاستفراغ متاعبني شديد بلعت حبوب سهيبة الحبوب لو ما نفعت حاول أنك بس تعوض القدر الإمكان قدر ما تستفرغي ما تقولي حاستفرغي حاول تعوض بسوائل واحد بتسألينا عن ألم الثدي أثناء الحمل أكيد أنت بكرية أكيد أنت بكرية البكرية طبعا من أول أعراض الحمل تظهر ليها ألم الثدي هذا شي طبيعي شديد لأنه أستدي بحاول أنه يكون حوالي صلاة جديدة ويكبر في حجمه وبزيد عشان يجهزوه لمرحلة الجاية فممكن تاخدي مسكينات عادية للألم ده الملاكز الصحية أسف ما شغالة حقيقة توجهنا رسالة لوزارة الصحة في الموضوع ده عشان موضوع تطعيم الأطفال الكورونا بتنتقل بالرضاعة أيوما بتنتقل بالرضاعة لأنه الأم لا متنفسك كماما شكرا يعضوها على المعلومة واضحنا طيب هي لو جاتك أعراض كورونا وضع الطفل كده الطفل حيتصاب ولا كيف؟ وضعنا المحاذير شكرا لكم يساعد على زيادة فتح عنق الرحم واحدة سألت سؤال ضريف شديد ما هي علاج الاكتئاب بعد الولادة؟ سؤال مهم شديد علاج الاكتئاب بعد الولادة؟ شكرا يا نور الدين على السؤال ما أعرف عندك نور الدين هل عندك مرأة حامل ولا شفت الحاجة دي؟ الحاجة طبعا كثيرة شديد ومنتشرة شديد بالذات بالذات سأقول مع الفترة الجاية بتعطى الحصر المرأة أصلا اكتئاب بعد الولادة يأتي بنسب كبيرة شديد للنساء الحوامل بالذات البكريات بالذات البكريات اكتئاب بعد الولادة ما قاعدين نديه أدوية أو علاجات بنتعامل مع المرأة تعامل نفسي في الفترة الأولى بحيث انه لازم يكون عندها زول من العالتها عملها سبورت زول يهتم بالطفلة أركى طبيب إذا عندها أعلام أحاول أدام مسكنات الأعلام دي أحاول هيئة نفسيا انه الحاجات الواحد ادنين ثلاثة دي بتحصل طبيعي في الحمل أو بعد الولادة عشان ما مجي حالي اكتئاب فهو علاج اكتئاب ما بعد الولادة نفسي تماما مجتماعي متمد على الطبيب وعلى الزوج وعلى الأم أو الأخوات وعلى المرأة الحامل هي ذاتها ما تدخل نفسها في حال بعد العملية العناية كيف حتكون في البيت العناية حتكون في الجرح بس العناية حتكون بس في الجرح المرأة تحاول انها تكون مغطية والفترة بتاع الأسبوع بعد الولادة تستحمى وهي قاعدة عشان ما يحصل لها الالتهابات ممكن تنظفوا بأيام دين وتدي تخط بشاش معقم تنظفوا مرة أو مرتين بالكثير في اليوم إذا ظهرت فيه بص اللي هي المدة الصفراء أو بدأ يطلع دم من أي طرف من الأطراف كثير أو بيقى فيه ورم أو بيقى فيه ألم تمشي الدكتور طوالي لأن هذه علامات تأتي التهاب تأتي جرح و ضد اكتئاب إذا يحتاج الأمر لكن ما يحتاج زي ما قلت لكم اكتئاب ما بعد الولادة شكرا لكم شديد شكرا يا سهى هيا أهي أيها يا ضوحى بنصحوا بالمباعدة من الولادة لشان صحت الأم هذه تقريبا لكن مرات فينا سواء بيحصل لهم حميل طوالي بعد الولادة بعد الولادة فبتكون واحدة خايفة أنه في خطورة علي أو خطورة على بيبي الطفل سيحصل ليه هو أكيد الخطورة لا سنكون على الطفل زي على الأم لأنه نحن نخاف أنه دمها لسه همارج على الوضع الطبيعي ديسما ذاته مستعاد عافيته أكيد حتى في القرآن وحمله وفصاله ثلاثون شهرات حتى ربنا سبحانه وتعالى قال أن الناس أقل ما تكون سنتين لكن لا قدر الله في حتى أنه حصل حمل أو من غير قصد بإذن الله لا يوجد خطورة على المرأة لا يوجد خطورة تحدث لك إذا تابعت إن شاء الله فقط تدار طميم لكن طبعا نقول لازم نباعد بين الولادات شغالة في مستشفى دريم أنا البندول الصداع هل بأسرع الحميل البندول طبعا أول بيريستامول أكتر حاجة آمنة في الحميل من المسكنات تمام فممكن أمر تستخدم الصداع البندول حبة وحبتين بالكثير لكن قبل ما تستخدم البندول لازم نعرف سبي الصداع لأنه زي ما قلت لكم في اللايف إذا في معاور ارتفاع في الضغط او معاورم او بروتين في البول يعتبر ضغط جنيه بالخاف منه شديد دربات الحديد من الدين للمرة يا سلمة شكل دمك ضعيف شديد في حال الدم الضعيف وتكون غالبا في الشهر السابع فمع فوق أو الثامن أو التاسع المرة لما تكون في خلاص قربة الولادة ودمه ضعيف نقوم من الدير حقا الحديد لأنه لا يوجد زمن أنه تعود بالخشم ويحصل الامتصاص والجسم هنا فمن الدير الحقا الحديد الجاهزة الخصائي النفسي طبعا أكيد في اكتئاب ما بعد الولادة لكن نحن في اكتاب بعد الولادة لا نحاول الخصائي النفسي طوالي الحال الأولى اللي اسمها الدبريشن العادي أو البابي بلوز دي ما بنحاول فعل الخصائي النفسي بنحاوله في حال انه يبقى سايكوزي اللي هي دي بعد الدبريشن دي بنحاول فعل الخصائي النفسي لأننا كأطباء نفس التوليد ما بندي حبوب النفسية دي أو بندي عمل معها إلا بنرجوع للأخصائي النفسي أو بمتابع مع الأخصائي النفسي محمد بشير ما تزعل شكلك دكتور نفسي تطعيم تيتانوس أنا حامل الفضل الله ثلاثة يوم وخش التاسر ومتطعمته كنت ولدت قبل كده ولديهم بأربع سنوات في شهر التاسر طبعا ما تأخذه وأكيد إذا انت متطعمة قبل كده أربع سنوات تطعيم تيتانوس إذا أخذت جرعتين الجرعة الأولى طبعا ما من أي جرعة صفرية الجرعة الثانية التي تأخذها بعد شهر من الجرعة الأولى تضيك مناعة ممكن لسنة إذا أخذت الجرعة الثانية التي هي بعد الأربعين تضيك مناعة للمدد ثلاثة سنوات بعد الولادة الجرعة للبعد تضيك خمسة سنوات فا نتمنى أنك دولدي في البيت ونحتاج إلى المستشفى نحن زي ما موضوعات التالي طبعا ما انه وقائي لأن العدة للمدد الحديث فنخاف نحن نعقم الحاجات بطريقة جيدة في المستشفيات لكن نخاف من أن التعقيم لا يكون بظابط أو لا يكون الذين يعملوا بطريقة جيدة تطعيم التتنس ضروري كما قلت لكم هل هناك علاقة ما يستخدم البندول تشوهات الجهاز التناسل عند الأجن الذكور سؤالك دقيق أنا على حد علمي لا يوجد علاقة بين استخدام البندولتش و هاته جهاز التناسل لم أقرأت لي بحث مثل هذا يا ريت لو لديك معلومة مثل هذه تنس و لماذا أجنز ذكور بالذات لا أعرف المعلومة تجيبتها من أين لا أقول لك معلومة خاطئة لكن أنا حسب علمي لا يوجد كلام أنا حاملة و أردع في مشكلة لا يوجد أي مشكلة لكن انتبهي لتغذيتك شديد لأن كنت تغذي ثلاثة أمفار نفسك و الذي في بطنك و الذي تردعه فهتمي شديد بموضوع تغذيتك إن شاء الله سوف أكون يا دكتور رامونا أنا دخلت الرابع لكن سأأخذني مغصة حيث الدورة في مواعيد عادي المغصة يأخذونها في نسوان ليس يأخذ مغصة دورة في نسوان يأخذ دورة عادية لهم حوامل لكن هذه فزيولوجية طبيعية لأن الجسم يكون بفرز هرمان في وقت معين فكونه يأخذك مغص لا أستطيع أن أقول لك حاجة طبيعية لكن أريد أن أطمينك إذا يأخذ في أيام الدورة زاتة مثل موتك مراد ينزل دم عادية شرط أن يكون في أيام الدورة زاتة ممكن تكون حاجة طبيعية لكن في نفس الوقت ممنطة فترة الاكتئاب لحد الولاد لحد الولاد فترة الاكتئاب ستة أسابيع لكن ممكن تطول إغزامة عالجة تتحول لسيكوزيس وبعد ستة أسابيع ديت تقيبا كل الأسئلة إن شاء الله تستطيع أن تجاوب على أغلب أسئلتكم شكرا لكم ربنا إن شاء الله يحل لكم كلكم بالسلامة يا رب وما تشوفوا شر تتحلوا بالسلامة يا رب العالمين نعم السلامة شكرا شكرا